السلام عليكم ورحمة الله انتشرت في الساعات القليلة مقطع فيديو في منتهى الغرابة عن الحرائق التي تحدث في الجزائر وبين هذا الفيديو وجود أجسام نارية في داخل الحرائق كأنها تتحرك في الحقيقة هذا الفيديو هو تأكيد على ما قلت في حلقة الأمس من مخططات واضحة للماسونية العالمية أتباع الدجال وجنود الشيطان للسيطرة على العالم ولإحراق العالم إن استطاعوا وإن الأمور بدأت تتكشف يوما بعد يوم وأصبح السيطرة على العالم هدف واضح ومعلن من قبل الماسونية العالمية ولكن لا يتابع ذلك أو لا يرى ذلك إلا من أوتي نور البصيرة هذا الفيديو في الحقيقة كان فيديو غريب جدا واستوقفني فتعالوا نشاهد هذا الفيديو ونعلق على هذا المقطع لكي يتبين أو تتبين لنا الأمور بشكل أوضح من ذلك كما يظهر لنا في هذا المقطع الحرائق تتدفق من الجانب الأيمن ركز على الجانب الأيمن بص كده كأن أشخاص من نار ماشيين على ناحية الشاشة من الناحية اليمنى من الناحية اليمنى لاحظ أهو معايا لاحظ لا أيها أهو لاحظ لاحظ كأن أجسام من نار تأتي من أقصى يمين الشاشة تفضل ماشية لغاية ما بتوصل إلى تجمع النار الحرائق تاني أهوة بوضوحه حتى في الكاميرا بيشاهد وبيشير المصور إلى الأجسام التي من نار تمشي سبحان الله وهذا يقود لكي نتفكر ولكي نتأمل أصحاب فكرة ونظرية أن الحرائق ليست طبيعية بفعل فاعل حتى الكاميرا أهو يعني عامل المصور نوع من أنواع الزوم على كأن سبحان الله كأن أجسام أو أشخاص من نار بيجروا ناحية هذه الحرائق وهذه الغابات سبحان الله يعني فيديو مقطع في منتهى الغرابة أهي حتى الكاميرا بتعاد ثانية أهيه النار بتجري يعني النار بتجري عشان توصل لمكان تجمع النيران فزي ما بقول هذا الفيديو يدعو إلى التأمل في أن محاولة السيطرة على العالم من قبل جنود المسيخ الدجال الأعور أصبحت واضحة والحرب أصبحت واضحة لأن سياسة الأرض المحترقة قبل ظهور المهدي إن فشلوا في السيطرة على العالم يتبعون سياسة الأرض المحترقة تدمير وإزاء أكبر عدد والقضاء على أكبر مجموعة من البشر خاصة في العالم الإسلامي ويعني بالمناسبة الماسونية العالمية لا تنظر بواجه العداء إلى الإسلام فقط بل إلى الديانات السلاسة الإسلام واليهودية والنصرانية الهدف كله محاولة السيطرة على العالم إن لم يستطعوا فإيزاء العالم وفي الحقيقة المشاهد اللي احنا بنشوف هدية ممكن حد يقولك هذه كائنات فضائية الموضوع يعني واضح أوي إنه ملوش أي صلة بالكائنات الفضائية لا من قريب ولا من بعيد سبحان الله أجسام من نار بتجري ودي خلينا نتذكر حديث الرسول أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي أخبرت أن من علامات آخر الزمان خروج الشياطين الملجمة طبعا الحديث ده يعني كتير ما يعرفوش وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من علامات آخر الزمان خروج الشياطين الملجمة من قاع البحار والشياطين الملجمة لجمت وقيدت في عهد نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بغرض تحجيم إيزاء الشياطين لأن الشياطين درجات في الإيزاء كما تعلمون فالمشاهد اللي إحنا شايفينها أمام الشاشة تدعونا لأن نتذكر هذا الحديث جنود المسيخ الدجال الماسونية العالمية بيستعينوا بالشياطين في تحقيق السيطرة والهيمنة على الشعوب نعم موضوع السيطرة يحتاج إلى خروج الشياطين الملجمة ألم أقل لكم إن الأمر قد اقترب كل الأحداث اللي بنراها أحداث غير طبيعية تنبئ أن الكون والأحداث والمتغيرات التي نراها تنزر وتنبئ بقرب ظهور الإمام المهدي عليه السلام ولا نلتفت إلى المنكرين والمشككين لأنه دوات المنهج بتاعهم وهذا دأبهم وهذا ديدنهم التشكيك ومحاولة زعزعة أفكار وسوابت المسلمين يعني كانت هذه إطلالة على هذا المقطع المهم في وجهة نظري اللي بيكشف لنا يعني حقائق تعتبر واضحة محاولة أتباع الدجال والماسونية لإحراق العالم والسيطرة على العالم شاركونا في الرأي والتعليق ولا تنسوا تسجيل الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير